سامي يعني بشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله على المصريين اللي مسلوا الكرة المصرية في الدوري السعودي واحنا بنبدلكوا اكيد نفس التقدير ونفس الاحترام ونفس الحب الدائم بين الشعب المصري والشعب السعودي الكابتن سامي شاس نجم التحجات ده السابق يعني اشاب باحمد حجازي طبعا واشاب بصفقة طرق حامد وقال ان هي اضافة كبيرة جدا للفريق انا بقى بقول لجمهور التحجات ده يعني انتو كسبتوا لعيب كبير طرق حامد لعيب كبير وحاية التقدم في السن ده يعني طرق حامد اخر واحد تتكلم عليه في موضوع التقدم في السن لانه العيب محافظ على نفسه بشكل كويس جدا لعيب بروفيشنال لعيب بيبمرن كويس جدا بيرايح كويس جدا بيأكل كويس جدا بينام كويس جدا فطرق حامد ان شاء الله امامه يعني هو وقع سنتين مع التحجات ده هتشوفوا ان بعد السنتين كمان ان شاء الله هتبقوا عايزين تجددوا معاه واحد من اهم اللعيبة اللي جم في تاريخ نادي الزمالك في العشر سنوات الاخيرة وكان عامل رئيسي في فوز الزمالك ببطولات كتيرة في السنوات الاخيرة وانا بقول لكم واحد من افضل اللعبين اللي دربتهم في حياتي واكثرهم احترافية واكثرهم التزاما واكثرهم رجولة واكثرهم قتالا حاجات كتيرة جدا مبروك عليكم طرق حامد واكيد مبروك على طرق حامد جماهير التحجات ده ونادي التحجات ده لان زي ما قلتلكم نادي التحجات ده واحد من الانداء الكبيرة جدا في المملكة ويعني جمهوره جمهور عظيم والمدرق بتاعه مدرق عظيم وانا متوقع مع الحماس الكبير اللي موجود دايما في مباريات التحجات ده ان طرق حامد هتقلق وهتقلق بشكل كبير جدا الف مبروك لطرق حامد انضمامه النادي اتحاد جد